وبعدين الحية العمل الكبير بقى كان دعاء القروان يعني دعاء القروان ده من ده واحد من العلامات الحية آآآ علامة يعني آآآ وبالمناسبة كان طاحسين يعني ما كانش موافع على فتن حمامة طبها هي البط ودي كانت حاجة غريبة جدا لأنه كان شافة ناس صغيرة صغيرة في السن يعني ومعنداش الخبرة الكافية أن هي تفهم مغزى الشخصية دي ففتن حمامة الحية بتحدي شديد جدا راحت لتحسين فعلي نقشها في الشخصية بفهمة شخصية أمنة وبتاع فشرحت له الشخصية الحية فاتطمن على المستقبل الفيلم يعني الفيلم كده تمام بس بيتقال أنه بسبب فيلم دعاء القروان فيه خلاف كبير حصل بين كمال الشناوي الفنان الكبير وسيد الشاشة العربية فتن حمامة ايو الضور الباشموانتس يعني في الفيلم اللي هو بيغوي أختي فتن حمامة وبتسبب في موتها فالتاني يعني واحد يعني كما مش أنه قتها كان هو دينجوان السينما يعني هو اللي يعني طبعا فشايف أن ده دوره يعني دور بنديله implied فهو كان شايفه انه هو يعني هو نمر واحد في الترشحات فاكتشف لأ يعني والمخرج كمان رشحه بركاته فتن قالت لا ماينفعش مش لايع الدور لأن في الشخصية احمد مظهر أو في الشخصية المهندس ده لازم تتعاطف معاه يعني مش مش شخصية شريرة يعني زي يعني كان عمليها كمال الشناوي لا هو في النهاية حبته كمان فهو فيه يعني فيه حتة الشر بس فيه برضو حاجة فيه حتة رومانسية لازم تحبيها في الشخصية كمان الشيناو كان هيقفلها يعني 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 ففاتن بزكاء قالت لا هو ما ينفعش أحمد مظهر أليأ للشخصية فكمان الشيناو زعل جدا طبعا إزاي يعني ما جهاش للدور وقعد بالحية يعني مطاحها فترة كتير وشيل لها الحكاية دي لأنه بس الحقيقة يعني كان اختيارها صح وعحمد مظهر الحقيقة عمل واحد من أجمل أدواره الحقيقة يعني في الفيلم ده الحقيقة أبدع الحقيقة والفيلم كله على بعضه الحقيقة يعني من أجمل أفلام السينما المصرية بمناسبة طول الوقت لما تقولي أهم مئة فيلم في تاريخ السينما لازم دقاءة لكاروان طبعا ده أكيد واتعرض في مهرجان برلين وكان الحقيقة كان ممكن ينافس على الجايزة الأولى الحقيقة يعني فهي كان حاية خطيرة وحتى كل الشخصيات اللي في الفيلم يعني الخيل ده اللي هو الرجل اللي يعني اللي قتل هانادي ده عبدالعلم خطاب دور فظيع جدا بالمناسبة كان في الرواية اسمه ناصر يعني الأستاذ بركات المخرج قال لازم نغير الاسم لأن احنا كلنا هنروح في ده كان جمال عبدالناصر طبعا وقتها كان هو الرئيس فقال لك لو عملنا الشخصية دي ناصر ما قولنا هنتحبس شخصية شريرة فسموه جابر فيعني ده كان من أهم أفلام طحسي